السلامة للبنات و مرحبا بكم في القناة هيوة الحاجة رشيدة مهم بروق عواشركم نتمنى هذا العيد يدخلوا عليكم الصحة والسلامة باش متمنيتوا اول حاجة هنشارك معكم تايم تحضيرات العيد انشاء الله كيكة العيد الناس اللي تبغوا كيكة بربعات البيضات عدنا جوج كيكة كبار و من طابعة الحال جوج ماداقات و جوج كريمات مختلفين غنحتاجوا في الكيكة الولى عندي نسكة سع الساندة نسكة زيال الحليب برد و جوج بيضات بحرارة المطبخ و عندي جوج خمارات من فئة 8 جرم يعني 16 جرم مجموع و عندي شاسي فلوم كراميل عرص صغير و قبيصة ديال الملحة و من طعب الحلقة نزيد الدقيقة و هنقول لكم حلقة نحتاجه ديال الدقيقة تابعوا الفيديو تل الاخير بس استفدوا من نوع كيكة و كرحدة و مختلفة الخراف في المقادر و في الماداق هنا كيف تتشوفوا درت قبيصة ديال الملحة درت الساندة و درت البيض و درت الفلو كراميل يعني ما البنات تنطربوا الساندة مع البيض مزيان باش يدوب لنا هذيك الساندة و الملحة و من طبيعة الفلو كراميل هنا تبدو نزيد الحلب بشوية بشوية و نحن نخلطو هالطريقة تدوب لنا الساندة ضغياء في الكيك ديالنا ضروري لبنات ما تبدو تحسوا بالساندة في الطراب ديالكم باش ينجح باكم الكيك يعني ماشي بدر ضروري تنطربوا البيض نطلعوه لانه و هذي الكيك تنجح مئة في مئة تنزيد نصف كسع الزيت كيف تتشوفوا تنقى نحرك مزيان و تنزيدوا في الإضافات قدرت هنا كزيال دقيق الأبيض الأول و نزيد الخميرة و نزيده و دائما نخلطوه في الدقيق و في الكيك ديالنا باش ميبقوش هدوك الحبيبات نهائيا خسن العجينة ديالنا أو الخليط الكيك ديالنا يكون متجانس ميبقاش في حبيبات تنزيد الخميرة كل شاصية 8 جرام يعني مجموع 16 جرام هنا الفرانة بقي باردة يعني ستنخلط الكيك ديالي و تتنسى لي هذا باش نشعل الفران و غنقلكم الطريقة باش يجيكم طالع و تيجيكم مهوي يعني باش ينجح معكم الكيك ديالكم هنا كيف تتشوفوا تنخلطو قدرت نعجوز بيضات قدرت البيضات و يعطوني جوش كيكات يعني و كاس حليب كاس زيت كاس سانيدة يعني تعطوني جوش كيكات يعني اللي شتو قدرت نص الكمية عر كيكة و تجينا مول كبير هاد المول اللي تيجي الصراحة و تجي كيك ديالنا طالع هنا تندهن هادوك الجوانيب كاملين و هادوك القنيتات بالزبدة و تندير شوية ديال الدقيق الابيض يعني باش نلبسوا المول ديالنا باش الكيك ديالنا تيهبط لنا بسهولة لم بغيتوش ديرو ما تديروش و لكي تديروها الطريقة تيجيكم ساهل لاننا عارفين نحن هاد المول لان شكل دياله ديال الالميني و ماشي عندو ذاك المادة اللي ما تتخليش لنا الحاجات تلتصق انا هادوك دقيق الابيض في هادو نوع ديال المولات تنهبط الكيك و انا هزز لفل فوق لكي تلاحطوا البنات باش تهوى لنا الكيك ديالنا و جينا طالع تنش ندخل الكيك ديالنا تنشع الفرن عير ملتحت على وحد نار مهيلا تغطفه لنا انا طيبتوا عير على البوطة تنشع الفرن تنشع الكيك ديالنا طالع و تنتحين الكريمة مجدد نناسب لكم و تحتوي ق specialized كيك ديال الحليب كذلك تحب شكل الكيك بالعير هنا تستخدم معلقات الكريم باتيسيا توقف شكل كريم ثلاثة الكيسان و نتعطي الشرس المبيض و نبقى له الشرس المباشر و نقوم بتخلص الكريمة و نقوم بتحضير كوكه يجب الشرس المباشر لتحضير كريمة و نضيفه لنضيف الكريمة أولا كثيرة الشرس المباشر و نضيف الأمن محبوط كريمة تدخل صحيح كل الأن كيف تشاهد الكريمة كيف تشاهد الكريمة والتقيلة سوف نزيد فيها ضغط كراميل سوف تجد الكيكة للكيكة بالنكهة الكراميل تجد الكيكة رائعة للنس يتعشقو الكراميل يقدروا ينكهوها بالقهوة أو ينكهوها بالضاني يتبقى لكم اختيار عيرها ندرس بالكراميل و نضيفه الخرمة ضغط شوكولان كيف تشاهد البناء تخلط الكمية الكراميل عفوا الكريمة و فرغتها عمرت البلاسة الفارغ و خليت واحد شوية قدرت فيها شوية بودرة الكوكاو أو الشوكولات عندي هاد النوع ماشي تقيل قاسح لجعتني اللون ديالها ماشي غامق زيت واحد لسات المربعة الشوكولات عاديين خلطتهم لحد بقى الكريمة سخونة لنزينوا بهم الكيكا ديالنا خلينا نعير شوية من هديك الكريمة ما نديروا الشوكولات بوحده يعني الناس الكريمة قدرت كيكا قصيصة في العيد ديالنا وتكون كمية كثيرة بالنسبة لكنا عندنا العدد ديال الاشخاص او العائلة ديالنا تتجمع للطبلا في العيد او في مائدة الافطار قدرت كيكا مختلفين و جوج ماداقات وبكمية كثيرة سوف تنضير خطوط كيف تتشوفوا تنضير خطوط يعني مرة تنجيبها عندي هذا العود مرة تردوا العكس يعني باش يعطينا هاد شكل اللي تكون في الميل فاي من الفوق يعني و هاد زين اللي هو بصير تقدر تزينوا بأي حاجة تقدروا عيد تديروا الكريمة تنضير خطوط وتزينوا عرب حبيبة ديال الشوكولات تبقى لكم الاختيار احنا يقلنا نغيرهم في الطريقة او في الشكل ديالهم الكيك ديالنا حتى يكونوا بجوجات هنا درت البنات نص كاس ع الساندة نص كاس ديال الحليب نص كاس ع الزيت قبصة ديال الملحة جوج بيضات جوج خمارات و واحد شاصي ديال فاني و شاصي ديال كاكاو يعني شوكولات لنا غنديره كيك ديالنا هنا يكون اللون دياله اسود هنه درت هذه القبيصة ديال الملحة و درنا نجوج بيضات هاد الكيك التاني اللي اول صاف يكمل درناه يبرد في التلاجة ديالنا تنوجدوا هاد الكيك و نوركم الشكل النهائي ديالهم بجوج صافي تندير البيض و ندير القبيصة ديال الملحة نص كاس ع الساندة و تندير شاصي ديال و تنخلط مزيان البنات البيض ديالنا مزيان و دائما البيض تيكون بحرارة المطبخ ما زل انا الحليب راجبته من منتلاج لنا الجو سخون يعني غيخسر اجبته منتلاجة و الكيك ركس شجاع عالي و جمهوي يعني تيجي صراحة عالي الكيك ديالنا الطريقة دياله اللي تم دون فرغو فيه في المول تنهزو ديال الفوق ثاني حاجة تكون الخميرة 16 غرام كافية اللي يطلع لنا الكيك و من طبيع الحال فران تنديروها فيه كيك ديالنا فران بيرد تنشعله من تحت و عمان نار مهيلة تنخليه يطيب بيضاء بيضاء شاصي فاني قبسة ديال الملحة نصف كاس و خلط من بعد نصف كاس ديال الحليب نصف كاس و خلط من بعد نصف كاس ديال طاقيق و درت شاصي ديال شوكولات كيف تتشوفه و غنزيد نصف كاس ديال دقيق الابيض و جوش خمارة دياله عرق انا ما بغيت هاد اللون يجيني فاتح غنزيد شوية ديال الشوكولات المر يجيني اللون غامق يبقى هادا اختيار يبغى تزيده يبغى تكتافيه عرق بشاصي ديال الشوكولات سوف تنخلط محل بكل كيك ديالنا نفس طريقة ديال الخراكين اختلاف عرق شوية في الماداق و في المقادر يعني كل كيكة تتميز بماداق مطابق كل حاجة داخل فيها مقادر مختلفة ولكن دائما تكون واحد الكيك اللي هو اقتصادي يعني عرق بيضات كافي اعطينا واحد الكيك اللي كبير كيف تشوه صافي تنخلط مزيالي زيت نص كاس دائما نص كاس كاس ونص المجموح في الكيك كل وحده هزيت ليه كاس ونص ديال الدقيق الابيض باش تتفرجوا في الفيديو تتستفدوا منه تكون كله معلومات او نصائح مهمة تنهز لافة الفوق وتنفرغ الكيك ديالنا من بعد مدهنا المول تاني بالزبدة ورشيته بالدقيق الابيض انا بالوحدة بالوحدة زينت بالوحدة بالوحدة ضغياتي يوجدوا لكم حير الوقت ديال الفرر اللي غي ياخذوا لكم تلك الكريمة ضغياتة توجد يعني كافييني في الكريمة هنا يدرت معلقات ديال الانشاء ودرت معلقات تعساني ونخلط هاد الكريمة التقالية بش نزيد فيها حك كريمي بيرلي هاد النوع اللي تيجي حلو باش تجينا هديك الكريمة ديالنا كريمية ها هي من بعد البنات موجدات الكريمة ديالنا ولا تقيلة غنزيد فيها هادك الحك ديال ضانون بيرلي ولكيك ديالنا تهوه وجد طاب لنا رباقي سخون وغنشاركو معاكم كيفاش هنفرغوه باش تعرفوا الكيك ديالكم باش نشف وكيفاش طاب موهما البنات ترى اللي تتنقصوا دائما الفرر متجهدوش على الكيك ديالكم باش ميطايبش ليكم اللي تكون العفية مهيلة رات يطلع الكيك وتيجينا مهوي وتيجينا طالع تف الكمية كيف تتشوفوه هاد المولات غارقين هاد النوع ديال المولات ليست تستعملوه من البنات ترى عارفينهم اغلبية الناس عددهم صافي تنقلب الكيك ديالنا من حد انها بقى سخونة كيف تتشوفوه في البيضاء ما بينش ليكم هاد البوقاع هاد وراء عر ديال الدقيق اللي رشينا به المول تبقى ولينا محا الهكاية خطلنا تتكون زبدة ومعها الدقيق تتعطينا هاد الشكل في الكيك ديالنا من بعد مقلبتها الكيك ديالنا دائما تنقلبوا باحد الكوردو او العود ديال الطبخ باش نعرفوه باننا نشف هذا باش نخرجوه من الفرران هاد طريقة تنقلبوا بها الكيك ديالنا انا هاد طريقة قلت نوصل على المبتدئات على البنات اللي اجداد او اللي تدخلوا القناة ديالي اول مرة هنا هاد الكريمة كيف تتشوفوه خليتها بردات واحد شوية ضروري البنات خط الشوكولات لا درنا على ذيك الكريمة وهي بقى سخونة رغى يدوب لناك تماما تبردات ما بقتش ذيك الحرارة منها ونشفات دارت واحد القشرة ديالنا شوفيها من الفوق شوكولات بديك الجرارة او بالموس او بالحكاكة لك انت عندكم تتحكوا شوكولات محلقها تبقى لكم اختيار بغيتوا تدروا هاد النوع شوكولات محلقها بغيتوا تدروا الشوكولات فرميسي اللي كان عندكم تهوة تيجي صافي درنا على الكريمة تتجي الكريمة البيضة كل مغطية بشوكولات صارحة تتجياد الكيكة رائعة وصافي زينتها ببيبي شوكولات تبقى هادة اختيار شوكولات الأبيض تبقى لكم تزين دائما على حساب يعني تتجينا هاد الكيكة محل الغابة السوداء الكيكة التي تشاركت معكم من قبل تتجي كريمة بالحق الخرشونتي وهادة كريمة يعني دين شاق ولكرا تتجي هادة الماضاق تايا كريمي زويل لان فيها دكضانون بيرلي وزينت باد الحبيبات حب الملوك تبقى لكم وكما تزينوا الاختيار بأى دي سير عدكم وهذا ما الكيكة لهم ومرحبا بكم في القناة وهي هوة الحجة راشدة شكرا لكم على الناس اشتركوا في القناة